السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا متابعيني الأوفية في هذا الفيديو اللي لنشترك معكم فيه يعني يوم من أيام الغربة ونهار كيفاش خطيته ومهم غنشترك معكم بعض الحيال بعض النصائح يعني في الحياة اليومية ويعني نشترك معكم نهار في الغربة بصيفة عامة إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة تابعوا وفعلوا زر الجرس ويوصلكم أي جديد أجبكم الفيديو لاتبخلوا عليه بلايك وبارتاج ولكنتم المتابعين ما تنساوا تشجيعكم وتعليقاتكم وحياتكم دي كامل زين واني ديكم كيف تشوفوا هون راني نوجد بقيت نعجن عجين الدار يعني وخا عيدة في الغربة الحمد لله اللهم ملك الحمد كنحاول نعدل شي حاجة طبيعية تذكر بالبلاد ومسائل البلاد مهم ويمكن عجن عجين عادي فيها جوجز لايف ديو جوجز لايف ديو الدقيق عادي واحد زلافة ديال دقيق القمح أو الفينو والخميرة كتشار الخميرة الملح شوي السكر وكيف تشوفوا يعني عندك السر من الأسرار يعني النجاح الخبز وكي قاعد حتي لبات ما يصبحش مفتت لك ضيفي له واحد الملعقة ديال ياغورت مسوس أو دانون مسوس راهي طريقة طافلات النهار التاني بعض يعني كيش تعرفوا العجين واني يبات والله مهم يشيط يهد نهار التاني صباحي تفتت هاد الخطوة هادي أو هاد الإضافة ديال الضانون اللي كد ندير له كتخليه تبارك الله يبقى فتي ويبقى طريحة النهار التاني كأنه كيف ننعجن كذلك خطوة تانية أو حيلة تانية للعجين في نعجن بحال هكا نجمعوه ما ندلكو ماشي نجمعوه نزيد عليه واحد ملعقة صغيرة ديال الزيت المائدة وندخلها فيه بهاي الطريقة ولا نخل ندخل فيه هذيك الزيت اللي إنه مهم ما ندلكو حتى حتى ونخليه نغطيه ونخليه نخليه خمر الخمر اللول يعني عجين الضار عادي فقط هادو حيلتين لكي ندير العجين باش يجي يرطب ويجي مشاء الله يجي مقطن مشاء الله مهم الله نخليه لن يخمر ليا ونعود نقارس دائما نحاول نشترك معكم أشياء هو شي يعني روتين عادي لكل تعرف تعدي الطاجين كل واحدة تعرف تعجن كل واحدة مهم ما عادي أنا فقط ونشترك معكم بعض الحيل وبعض الأفكار اللي تقدت في تكو هون له نعدل الطاجين باللحم الغنم درت شوي الزيتون شوي من زيت المائدة ونضيف عليه رأس من العقم الزبدة الزبدة تعطي واحد القزوين الحقيقة كي يجيز مع اللحم ونرد الطاجين فوق النار حتى تذوب للزبدة وتبربر لي شوي الزيت أو كيف تشوف الحين ونعود نضيف عليها اللحم يعني أنا هادي طريقتي نخلي الزيت حتى تسخل ونضيف الحم ما نضيف عطرية ما نضيف هذا الخطوة هادي لولا ما نضيف فقط نحاول نقلي الحم نحمر شوي في هذه الزيت لكن نضيف علي باقي المكونات البصلة نقطعها ونبعد نضيف على الحم على الحم وطافلات بالنسبة للبصلة حاولوا دائما ما تقطعوها ببيدي كم بالنسبة لك الشرائح حاولوا قطعها لكي لا يجعل المسدوك الدبحات في الإبهام أو بما يسمى الصبع الصغير أفضل قطعها لكي لا يدبح وكي لا يدبح وكي لا يتكرف مهم الطافلات بعد نقلال للحم في الزيت والزبدة وزيت العود وزيت لسيور أو سمو هنا نضيف البصلة كيف تشوف نضيف البصلة للطافلات التي تقولون حنا ما نعرف دير الطاجر لكن فقط بغيت نشترك معكم بعض الحيال وبعض الأفكار يعني نعدلهم أنا ويقدوا يفيدوكم ويعجبوكم زيت هون الخارقوم لبزار له نضيف الملح وكذلك القزبور وله رضف قلبوط ينقلالي مرة ثانية نعى البصلة باش نضيف البصلة كيف تشوفو هنا رضف القزبور ما نسيت ما درتون بعد مهم كيف تشوفو هنا بعد ما قلالي وانقلات البصلة طاحت يعني قبل ضدك لون الذهابي لا هنضيف هناك خطوة اللي قط درتها في واحد الفيديو ديجا حطيتو في القناة الزعفران الزعفران طافلات في طاجين المهي يخطعني كي يجي زوين تبارك لك يعطي واحد طعم رائع وريح مال يزوينا كنضيف في هذا الوقت هذا يعني حتى ما كنديروه مع الانقلالي ونستفد منه فنضير غير شعرات منه إلى فوق بصلا بعد نضيف الجلبان الخضرة الطاجين هذا ما فيه الخضرة فيه فقط ما فيه يعني تخليط ديال الخضرة خيز وطع طوض الشي ونضيف فيه غير للجلبان بصلا يعني طاجين مغربي 100% بالحم الغنم هون ما أطيش الطافلات راه ما قطعت لهاش ما حيت لجلبان غسلت ها بيام بيام وقطعت ها مدورة هاك وكيف تشوف حطيت ها على فوق الجلبان كذلك عندي الزيتون له نحط ه و له نضيف مول له نضيف آآ بعنا بيابس والحرور والرطاجين طيب مهم الطافلات كيف تشوف هنا لاحظ طور أني كنجيب الطاجين نحط هنا نصور بياغلب من هز سيب ونضي ها عند البوط ونصور وخاص نزد ردها لبلدها واعر نشد الزاوية اللي له نصور فيها الأمر هذا يعرفون الناس يصور ويمونط يعني باش تلقي واحد الزاوية مناسبة واعر تحيدي منها وتبقى زاد تردي يعني كنش تشدي الوقت باش نعود شدة الزاوية المناسبة للتصوير الطافلات العجين خمر ليا ما خليته خمر بزا فغير شوي لأن غيخمر مرة ثانية في نقرس قسمت العجين ديال على قطعتين وكيف تلاحظ رغم نقرس ها بيضوية الشكل علاش لأن عندي الطاوة بغيت نستغل ندير هدو كجوش خبزات في طاوة وحدة بلاش ندير كل وحدة ندير ها فطاوة لأن إلا بغيت نطيبهم طيبهم وحد النوبة علاه لأن كيف تعرفو الطافلات رهد الأبر غير عارفوه الخبزة اللولة فين كتخمر كتطيبها كتجيك عادي تصلح طيابها كيف تشوف بهت الطريقة عدلتهم الخبزة اللولة كتطيب تمشي في الخمور القياس يعني ديال هذه الخميرة كتطيب كجيزوين الخبزة التانية بينما كتطيب اللولة الخبزة التانية كتزيد تخمر تفوت القياس ديالها وكتخسر يعني هاد الفكرة هاد مملي اشتركتها معاكم يعني حاولوا تديروا الشكل ديال الطاوة وحنا الحمد الله لو حد نام معنا حد ما متغدي معنا حد طافلات هونتي عندي دكش الفجيرة خيزو يعني جزر عندي اربع جزارات حكيتهم يعني فرمتهم في الفرامة الرقيقة اعطاني بحل شعر ديال خيزو شعيرات ديال خيزو فرمتهم زيان وعندي هنا جوج ليمونات عصرتهم جوج ليمونات كبار بما ان كيف قالت لأخت قناة البساطة مع امرا نوضفهم في شي حاجة اللي مزيانة يعني كيف تعرفوا ديسير في التالي ما يكون ياسر بالكاثرة فنحاول نبتكر ولا نعدوا شي حاجة اللي هي ديسير بكمية وفيرة والمكونات نخلطهم هاك شوي من هنا شوي من هنا ونخرج من ها ديسير المرافق للطبق الرئيسي من هاد المينبار نريد نقلكم متابعيني دخلوا عند قناة امرا بابو ريحاب رأي نكتب لكم اسمها هنا تحت غيبالكم في الفيديو دخلوا عندها وتابونوا معها قناتها رائعة مشاء الله زوين وكتحط فيديوهات راقية بسيطة جدا وعلى بساطة وعلى تواضع وقناتها نقية حتى مهم كيف تشوفوا هنا زيت الخز صارتني اول شي هادو كجوج ليمونا زيت جوج ونخلط ونغطيهم وندخلهم التلاجة يبرد هاد هاد السلاد هادي او هاد هاد الديسير هذا يبغي يكون بارد وكيجيزوين وجربو غيجبكم الطافيلة واغلب الناس تقريبا راكي يعرف هاد هاد الديسير هذا مهم بغير باش نوضف الجزر بما أن ندرنا الطاجين غير ديالبس وماطي نوضف الخضرة في شي ثاني يوكلوها تعرف الجزر زوين العين مهم هون طافلات كيف تشوف جبت نشترك معكم المثلة اللي هي زوين الحقيقة ولقيت عليها نتيجة رائعة وعندها فايدة زين الشعر نعندي مجموعة من الشمبوهات مختلفة يعني مختلفة الماركات الهدف الواحد المثلة غنشير الهدف من هاد 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 اللقطة هاد ليس ترويجي نقولها ونعودها الهدف ليس ترويجي ما هو هدفي عني ندير اشهار لهاد المنتوجات ولا شي فقط بغيت نشترك معكم هاد الحيا لان هاد المنتوجات كامل كل وحدة يعني كل منتوج ومشاء الله والفعالية ديال يعني الهدف ديالي هو نشترك معكم عندي كي قلت لكم هنا مجموعة من شامبوهات غتتقولولي علاش انت يعلم يكون عندك واحد شامبوه يعني معين شعرك طافلات نصيحة نصحكم شعركم والفوه تخلطوا للشامبوهات ما تدوموا لها على واحد شامبوه لان واحد نهار غتتلقاكم غت واحد نهار له تضطروا تمشو للمحال والله المجاز اللي ما تشروو فيها ولا ما تلقووش ديك العين اللي ما لفي لشعركم فاتضطروا تشرووش تاني مما يهرس لكم الشعرة ويضرها فلهذا حاولوا تخلطوا هاد الشهر ديروا هاد النوعية وهاد الشهر التاني ديروا النوعية التانية مهم ما تبقوش على واحد النوعية ديال شامبوه باش شعركم يتأقلم ويرفد مناعة على الشامبوه يعني يعود معارف الشامبوه كامل هادي النقطة اللولة النقطة التانية الطفيلة اي شامبوه عندك ديري لها هاد الخطوة وستعملي وان شاء الله ليتلقي واحد فائدة واحد نتيجة رائعة غد تعجبك كيف تشوفوا هنا عندي زوكني او الزعتر وعندي القرنفل اللي هو نعطي لكم النوبال القرنفل والزعتر هون كذلك عندي زيت كندهن بالشعر زيت جونسون وزايد عليه زيت الخروع وزيت السمسم شوي شوي ما مهم النسبة الكبيرة هي جونسون يعني زيت علي غير شي تقريبا 15 ميلي دي زيت السمسم و15 ميلي من زيت الخروع مهم هاد الزيت هادي كذلك اللي هندير فيها حبات من القرنفل وشوي من الزعتر هاد الخطوة هادي يعني قلت انا نجربها بما ان الناس كتدير في شومبوان خليني نجرب نديرها حتى في الزيت اللي كندهن بها شعري فعلا جربت ومزال عندي القرعة اللي دير ديجا جربت اللي ديجا درت فيها زعتر ودرت فيها السمو وكان دهن بها شعري تبار الله لقيت نتيجة زوينة كتقدر ريح تشعر رائعة وكذلك دك تساقط ديال شعر دي الشي كين فعفي هذي خطوة ما شاء الله جربوها الطافلات وليترقو عليها فايدة فقط الزيت كتبغي الوقت لأن الزيت تعرفوه وعر تمتزج والله وعر جانس مع مكون آخر غير فقط كتبغي الوقت خلوا واحد شهر راقد فيها هات شي أو خل مثلا مرة مرة حركو كل في المتفك قدتوا القرعاء ضربوا بها خضوها باش دوك المكونات اللي تلص أو له يطلق القرنفل والزعتر يتجانس مع الزيت يعني مرة مرة حركوها مزيان رجوها رج 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 باش تتجانس وخلوها كي قدت لكم مدة شهر حتى تتأكدوا عاد استعملوها تتأكدوا عن ها تتجانس وعاد تستعملوها من بعد ممكن لكم أنا ديجا استعملت ومزال عندي الزيت وقلت فين بغيت ندير موال لها دي نوجد ها بين ما تكمل الزيت اللي قبل قلت نشترك ها معاكم ونفيد بها متابعاتي الغاليات فهذا الطريقة الطفيلة تجربوها وانشاء الله تلهتنا لاستحسانكم كذلك نفس شيء الشامبوان أي شامبوان عندك أي شامبوان تعدل لشعرك ديلي لها الخطوة ضيفي لها زعتر شوي من الزعتر وضيفي له شوي من القرنفل القرنفل تقريبا قدر 15 حبة في كل قرعة يعني قدر ملعقة كل قرعة ديلي فيها ملعقة يعني 15 حبة من مصمار القرنفل وجديدها كذلك ملعقة صغيرة من الزعتر مليئة وخليها حتى يخليها وبقي حركي كيف تعرفوا يعني شامبوان في واحد نسبة من الماء نسبة يعني واحد نسبة مهم من الماء يعني سهل ينتزج شامبوان مع القرنفل والزعتر فقط حتى ومرة مرة فيما تفقدتي حركي بهذا حرجي مزيان باش يتجانس هاد ملي شامبوان يعني ما حطيتكم في فيديو إلي ديجا أو قبل عدلت القرنفل في نوعية من الشامبوان القرنفل والزعتر وعدلتها وكانت نغسل به شعري ما شاء الله يخلي الريحة رائعة في الشعر تبقى ريحة زغبكر القرنفل العاطية فيه والزعتر حتى وريحة ما يشعلك وكذلك كتنفع في تساقط الشعر بشكل رائع تساقط الشعر كتنفع فيه كيسكن ذك التساقط مهم إلا كان تساقط متين كينقص كان تساقط خفيف يعني ما تتعاني من تساقط ديال الشعر الطافلات كذلك نقد نقول لكم إلا كنتوا بغيتوا تديروا مثلا آزير آزير ديروهم في الشامبان فديروا ملعقة عادي بحال الزوكني بغيتوا تديروا العرعار كذلك ديروه فهدوا ينفع ما شاء الله في الشامبان فقط خلوهم واحد المدة باش يطلق يعني تطلق المكونات مع الشامبان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كيف تشوف رأي طيبة غدايا وجدته لأني كان صاحبتي معي خالق عندها زيادة أو ولدت أو تزاد عندها شي ولا يمشي عندك كيف تشوف هنا تيراني طيبة تخبز الصالد المرافقة حتى قطعت عليها البعويد وتكسر الأورونج وعندي كذلك الفريت كيف تشوف إذا اللي نخلي قبط بعض اللقاط عند الصديقة أو جارتي اللي زاد عندها زيادة الله ربي في حضنتها ويعملها زيادة جماعة ويعملهم إن شاء الله هما المربيين يا رب يهديها ويصلح إن شاء الله مهم لهم خليكم عد اللقاط ومع السلام واني بكم إلى فيديو قادم لا تنسوني من جيم جمجمول للفيديو واني بكم مع السلام حق إنك شفيت حق إنني والليل حق إنني راضي 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 بالوثي بلوثي بك بلوثي 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة